وآل محمد وصلى على محمد وآل محمد وصلى على محمد وآل محمد نشكر الشاعر حليل على هذه القصيرة العصماء متمنين له دوام الموفقية إعلان من الفرع الشمالي للوفاق الفرع المنطقة الشمالية يقيم فرع المنطقة الشمالية للوفاق في ليلة الخميس القادم ندوه بعنوان الأزمة والمخرج في بعدها السياسي والحقوقي والاقتصادي يشارك فيها كل من السيد جميل كاظم الحقوقي الأستاذ عبد النبي العكري والدكتور جعفر الصائق وذلك في تمام الساعة السابعة مساء من ليلة الخميس القادم الشمالية سيدنا من كلمات سماحت القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وصدد خطاه كل أسباب هذا الحراك كانت جاهزة محليا لا تحتاج إلى استيراد ولا إضافة وكان الرفض مرافقا لولادة الدستور الذي لا رأي للشعب فيه بل كان الرفض سابقا على ولادته لما عرف منه بأنه يمثل مصادرة لإرادة الشعب عنف السلطة المتزايد وإعلامها المفضوح والمشاريع الشكلية ومنها التعديلات الدستورية الساخرة بإرادة الشعب كل ذلك لا يقدم حلا ولا يوقف الحراك الشعبي السلمي ولا يصرف عن المطالب الحل الوحيد هو تحقيق مطالب الشعب وكل محاولات اللف والدوران وكل أساليب العنف والشدة والقسوة التي تمارسها السلطة لا تجدي شيئا إنه أمنية أبعد في الخيال من أمان الأطفال أن يتراجع هذا الشعب نبقى معكم ومع سماحة السيد المشعل وهذه الكلمة بالمناسبة السيد مجيد المشعل فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم أيها الحضور الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنه الرجسة وطهرهم التطهير نعيش هذه الأيام ذكرى ثورة الرابع عشر من فبراير نعيش الذكرى الخامسة لهذا الحراك الشعبي السلمي الحضاري الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير 2011 ليعلن عن ثورة تنطلق من صميم الشعب ومن ضرورات حياتية لهذا الشعب ومن مطالب عادلة له نعيش هذه الذكرى الذكرى الخامسة لهذه الثورة المباركة ولا بد لنا أن ونحن نعيش هذه الذكرى أن نستذكر شهداءنا الأبرار الذين أمنوا هذه الثورة ومصيرها واستمرارها بدمائهم الطاهرة الزكية ولا بد أن نستذكر رموزنا وقادتنا الذين يقبعون خلف القضبان لا لشيء إلا لأنهم احتضنوا مطالب هذا الشعب وحقوقه المشروعة ودافعوا عنها وكافحوا من أجلها لا بد أن نستذكر ولا بد ونحن نحيي الذكرى الخامسة لهذه الثورة المباركة أن نستذكر جميع المعانات والعذابات التي عاشها هذا الشعب بجميع صنوفه وأبنائه تحمل هذا الشعب الكثير من المعانات والكثير من العذابات في طريق تحقيق مطالبه العادلة خمس سنوات من الحراك الشعبي السلمي المستمر الذي انطلق كما ذكرنا من ضرورات حياتية ومن مطالب عادلة انطلق من معانات حقيقية كان الشعب يعيشها ولا زال يعاني من التهميش ومن الإقصاء يعاني من الاستفراد والاستبداد يعاني من الحرمان من المشاركة في تقرير مصيره في إدارة بلده في أن يكون شريكاً حقيقياً في إدارة بلده أن يحظى بحقوقه العادلة في الثروة خمس سنوات من الصبر والصمود والحضور الشعبي المستمر خمس سنوات من التنكيل والقم بأبناء هذا الشعب خمس سنوات والشعب يجسد ملحمة مشرقة ملحمة ملحمة العزة والكرامة ملحمة الصمود والإرادة النابعة من وعي شرعي وسياسي لماذا انطلق هذا الشعب ولماذا تحرك هذا الشعب في الرابع عشر من فبراير ونحن نعيش الذكرى الخامسة لهذه الثورة لا بد أن نقف عند منطلقات هذه الثورة وهل عندما خرج مطالبا بحقوقه وعندما خرج في ثورته خرج ليعبر عن عنف أو إرهاب كما يقولون ليمارس تخريبا أو تدميرا أو انطلق من أجل الإصلاح في هذا البلد من أجل إعمار هذا البلد من أجل رقي هذا البلد انطلق في مطالب مطالب يشهد لها العالم كله بأنها مطالب عادلة إنه يطالب بحكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب وهذه تعتبر من بديهيات الأنظمة السياسية الحديثة يطالب ببرلمان كامل الصلاحيات يطالب بقضاء عادل يطالب بأمن شامل للجميع يطالب بمشاركة حقيقية سياسية واقتصادية كل ذلك تعتبر كل ذلك أو كل هذا يعتبر من بديهيات الحياة السياسية في العالم الحديث ولكن يبدو أنها من المحرمات في هذا البلد وفي هذا الإقليم المطالبة بالعدالة والمطالبة بالحكومة المنتخبة تمثل إرهابا وعنفا وتمثل انتماء للخارج وتمثل مؤامرة وغيرها من الأوصاف من أجل تشويه هذا الحراك الشعبي السلمي الحضاري شعب انطلق من وعي إسلامي أصيل ومن وعي سياسي راق في ضرورة أن يكون الأساس في شرعية النظام السياسي في البلد وهذا بالمناسبة مما ينص عليه الميثاق والدستور بأن الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية في أي نظام سياسي حديث يكتسب شرعيته من الشعب وبدون ذلك فهو فاقد للشرعية شعب انطلق من مطالب عادلة ومحقة وبديهية وانطلق بنهج سلمي حضاري تجمع في الدوار في دوار اللؤلؤة في تجمع حضاري راق لم يتجاوز حدود الإعلان عن مطالبه بالكلمة وبالخطاب وبالمظاهرة والاحتصام منهج ثورتنا منهج سلمي حضاري أبهر العالم ويمثل مدرسة تستحق التأمل وتستحق التقدير وتستحق الدراسة هذا التحمل الكبير مع كل المعاناة والقمع والاستهداف لكل مقومات الحياة لهذا الشعب مع ذلك بقيه متمسكا بسلميته معتمداً على مظلوميته في تحقيق مطالبه وسوف يبقى محافظاً على هذه السلمية نظرة للمستقبل ونحن نعيش الذكرى الخامسة لثورتنا المباركة ماذا ينبغي أن ننظر إلى مستقبلنا خمس سنوات تستحق التأمل والدراسة وخمس سنوات في الحقيقة استطاع الشعب أن يقدم نموذجاً رائعاً للمعارضة السياسية الحضارية الشعبية ما هي نظرتنا للمستقبل ولمصير هذا الحراك الشعبي السلمي إننا نحتاج إلى عنصرين مهمين لمستقبلنا العنصر الأول وهو موجود ونحتاج إلى استبراره إلى العنصرين العنصر الأول هو الحضور الجماهيري المستمر هذه الثورة ليست ثورة حزب معين أو ثورة فئة معينة إنما هي ثورة شعب تعبر عن مطالب شعب مظلوم تحرك بكل فئاته ولكي يحقق مطالب لابد أن يبقى بكل فئاته حاضراً في الساحة نعم قد يصاب بالضعف أو بالفتور في بعض مواقع حراكة إلا أنه لابد أن يبقى متمسكاً بحقوقه ولابد أن يحدث نفسه دائماً أن يحدث نفسه دائماً ويستذكر دائماً شهداءه والمعتقليه وجرحاه ويستذكر دائماً معاناته ويبقى حاضراً متواجداً في الساحات دائماً مطالباً بحقوقه وبكل سلمية وحضارية هذا حق مشروع لابد أن نتمسك به مهما حاولت السلطات أن تجرم هذا الحق فهو حق دستوري ثابت للشعب بأن يطالب بحقوقه والعنصر الآخر أو النقطة الأخرى هي المشروع السياسي لا يكفي أن يتواجد الشعب في الساحة وإنما لابد إضافة إلى ذلك أن يكون هناك مشروع سياسي واضح تستطيع المعارضة أن تخاطب به العالم وأن تقدمه للعالم وأن تحرج من خلاله هذه السلطة الذي لا تبتلك مشروعاً أبداً وليس عندها إلا السلاح القمع والتنكيل ليس عندها إلا منطق القوة أما المعارضة فهي تمتلك العنق الشعبي وتمتلك الرؤية السياسية الواضحة والمشروع السياسي الواضح في ضوء هذين العنصرين نستطيع أن نواصل مسيرتنا ونواصل حراكنا السياسي والشعبي في ذكرى ثورتنا المباركة لا بد أن نعاهد شهداءنا نعاهد رموزنا وقادتنا القابعين في السجون أن نبقى على العهد وقبل كل شيء أن نعاهد مطالبنا العادلة لأننا لم ننطلق عبثا وإنما انطلقنا من قناعة شرعية وسياسية واضحة لا بد أن نستذكر هذه المنطلقات ونجعلها نصب أعيننا دائما كما نجعل معاناة شعبنا شهداءنا رموزنا قادتنا نجعلهم نصب العين ونواصل الطريق بكل صدق وبكل عزيمة وبكل صمود إنه حق لهذا الشعب أن ينال حقوق وينال مطالبه مهما حاولت السلطة أن تقنعنا بأننا لا نستحق ذلك وبأن حقنا أن نبقى مهمشين وأنه ليس لنا إلا القمح والتهميش والسجون مهما حاولت فإن هذا الشعب قادر على خلق قناعة قوية بأنه صاحب الحق في إدارة بلده وأنه أساس الشرعية لكل مظاهر السلطة في هذا البلد إنه حق أصيل ولا بد للشعب أن يبقى مطالبا له وما ضاع حق وراءه مطالب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر